أخيرا وبعد طول انتظار حصلنا على التريلر اللي منستحقه من Death Stranding التريلر اللي وضحنا كل الأشياء اللي كنا بدنا نعرفها من 3 سنين السلام عليكم وأهلا فيكم جميعا في هذا الفيديو رح نحكي عن تريلر Death Stranding الأخير طبعا التريلر طويل مدته حوالي 9 دقايق تقريبا وعرفني على أهم شغلتين أنا كنت بدي إياهن أو بدي أعرفهم واللي هني طبعا فكرة وأسلوب اللعبة بالإضافة إلى موعد الإصدار نبدأ بالGameplay وكما كان متوقع رح يكون بيعتمد على التخفي والتجسس لأنه هذا المجال اللي بيبدع فيه كوجيما هذا المجال اللي ابتكره كوجيما أساسا ففينا نقول شبه رسميا أنه اللعبة رح تكون عبارة عن Action Adventure وبنظام Stealth أو التخفي ونظام القتال أو Combat System رح يكون فيه قتال يدوي وقتال ناري اليدوي مثل ما كون شايفين الآن قدامكم حسيت الضربة هاي بتشبه اللي موجودة بQuantum Break مدري ليش والقتال الناري برضو مثل اللي شايفينه الآن قدامكم على الشاشة رح يكون أيضا جزء من Gameplay أما بالنسبة للتنقل في عالم اللعبة فرح يكون إلو عدة صور بما أنه اللعبة عالم مفتوح واحدة من الصور رح تكون الدراجة أو البايك واللي ما بعرف شو وضع سوني يا جماعة مع الدراجات النارية بالفترة الأخيرة يعني ما بقى غير بكرا نشوف The Last of Us في دراجة نارية كما من النظرة السريعة اللي شفتها بالGameplay هون إجاني تخوف وحماس بنفس الوقت شلون يعني؟ الحماس هو إنه كوجيما ما حاول يطلع بره التصنيف اللي هو بيبدع فيه لأنه التخفي والتجسس صراحة بوجهة نظري أفضل من عمله هو كوجيما في جميع ألعاب Metal Gear Solid أما بالنسبة للتخوف فلأنه مظهر الGameplay عموما غير مطمن صراحة وأتحدى فيه شخص شاف الGameplay وأعجب ونبهر فيه اللي أكيد لابد يكون يطلع لك سلبي وحدي على الأقل والشيء اللي بيخليني بالزيادة غير مطمن هو إنه اللعبة فيها Too Much Horizon Zero Dawn يا جماعة سواء الأنيميشن الغريب أو حركة الشخصيات الغريبة منظر الطبيعة أو حتى أشكال الشخصيات نفسها وهاي على فكرة لعبة من الألعاب اللي ما لازم تتشبه فيها أبدا ياه لكن مثلا عندك الأعداء اللي هنه هدول البيتيز اللي هنه صارين مثل أشباح أو الأموات أو شيء مثل هيك جدا مثيرين للاهتمام صراحة ولو حسوا بوجودك يا حبيبي رح تروح إليك ما بعرف ليش لما شفتن إيجاني ديجا فو من الزعيم اللي اسمه The Sorrow بـ Snake Eater وهذا عنصر استعرضو لنا إياه برضو باللعبة واللي هو الأعداء واللي متنوعين أكتر مثلا من خلينا نقول Metal Gear Solid V لأنه هديك اللعبة كانت يعني ما كانت الخيال موجود فيها مثل الموجود بهاي اللعبة رح تكون يعني العنصر الخيال رح يلعب دور أكبر بهاي اللعبة والشيء الوحيد اللي أنا فعلا لا أطيق الانتظار حتى شوفه وجربه بنفسه هو قتالات الزعماء يا جماعة اللي بيعرف Metal Gear Solid ولعبان الأجزاء بيعرف أنه أفضل جزئية بالجيم بلاي هي أفكار الزعماء متحمس كتير شوف شو أفكار الزعماء باللعبة لكن خلينا نطلع بره الجيم بلاي شوي لأنه بشكل عام أنا ماني كتير متطمن ومتحمس له في عنصرين بالتريلر هذا بيخلوني جدا واثق من Death Stranding العنصر الأول هو تنوع البيئات يعني hopefully ما رح نقضي كل وقتنا بالمكان الفاضي هذا اللي بيذكرني بهورايزن فشفنا مثلا بيئات تلجي أيضا شفنا الغابات والأجواء الماطرة اللي فيها أو حتى أجواء الحرب يا رجل اللي مدري من وين إيجت هاي وما بعرف كيف ضبطت معن أنه اللعبة ما فيها أي أجواء حرب فجأة تلاقي حالك بنص الحرب فتحت لي تساؤلات كتير صراحة هاي اللقطات اللي فيها حرب التساؤلات هاي كانت بالقصة اللي هي العنصر التاني اللي أنا واثق منه هذا خامس تريلر لـ Death Stranding يا جماعة وهذا خامس تريلر تركيزه الأكبر أو شبه الكامل على القصة والشخصيات وبمعرفة البسيطة بكوجيما من خلال سلسلة Metal Gear Solid فيه نقول لك اتطمن وحط إيديك وجريك بماء باردي من ناحية القصة هون خصوصا أنه الفكرة هون مثيرة للاهتمام ولو اطبقت صح فأكيد ومية بالمية رح يكون عنا قصة قوية من اللي شفته بالتريلر أنه فيها شغلي مثل السفر عبر الزمن بحيث أنه في مشكلة معينة أو في مصيبة معينة صايرة وسام اللي هو بطلنا رح يرجع على الماضي بعدين يجي على المستقبل مرة تاني لحتى يحل ما بعرف شون هذا اللي فهمت منه يعني من الكلام أنه سام بده يرجع لعند اميلي مدريجا عندها وشغلي مثل هيك وخصوصا أنه هاي العجوز اللي شايفينا أتوقع أنه ملامحها كتير بتشبه ملامح اميلي أو هاي الشخصية اللي شايفينا الآن قدامكن اللي شفناها بموضع آخر وهي صبية جميلة يتمناها كل الشباب لكن سام نفسه معم يتغير عمره سابت هون بيخليني حط نظرية واضحة للسفر عبر الزمن واللي أكد أكتر هي مسئلة الحرب اللي ذكرتها قبل شوي اللي فجأة بتلاقي حالك صرت بالحرب مع أنه أجواء اللعبة ما فيها حرب فهذا أيضا بيأكد لي بموضع آخر أنه اللعبة ممكن تكون فيها سفر عبر الزمن أو انتقال بين العوالم أو ممكن ممكن لا قدر الله يعني يكون كوجيما سخيف ويروح يحط لنا مسئلة الدايمينشنز واو وقته لو فعلا كانت القصة دايمينشنز بدي أعطيها صفر من عشرة صراحة ها 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 للأمان يا جماعة لو ضحوا بعنصر الجيم بلاي على حساب سرد قصة قوي فمحدثكم ما عنده أي مانع عموما يا جماعة اللعبة بتصدر إن شاء الله في 8 نوفمبر من هذا العام وهاي مو مفاجأة صراحة لأنه خلص اللعبة صلة 3 سنين معلنين عننا ولما بتصدر بيكون صلة 3 سنين ونص يعني خلص لازم تنزل اللي ما بيعرف شو هو نوفمبر فهو شهر 11 ميلادي نحنا الآن بشهر 5 على نهاية شهر 5 يعني شهر 11 إن شاء الله حوالي 5 شهور وبتكون اللعبة بين أيديكم بإذن الله عز وجل إذا الله أحيانا لهذاك الوقت وطبعا أكيد اللعبة رح تكون حصري للبلاي ستيشن 4 ما رح تنزل لا للكمبيوتر لا للإكس بوكس ولا للنينتندو سويتش ومن هذا المنطلق يا جماعة لازم إبدأ إعجابي شديد بالتريلر هذا وكيف أبدعه بالانتقال أو الكتس بين المشاهد والإخراج الإبداعي فعلا 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 أنا الشخص من كتر ما بشوف أفلام وسلسلات وبلعب ألعاب صرت أعرف المخرج المزبوط من المخرج المانو مزبوط يعني وبصراحة كوجيما أنا بقرب بمخرجين هاليوود للأماني بالناحية الألعاب وفينا أقول لك أنه هو ستيفن سبيلبرغ عالم الألعاب 9 دقايق كانت متعة بالنسبة لي ومتحمس جدا لديث سترانديك لما بتنزل في 8 نوفمبر وسعره 60 دولار والطلب المسبق متوفر الآن فيناك تروح الآن تطلبها للبلاي ستيشن إذا عجبكم هذا الفيديو حطولي لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات حتى توصلكوا الإشعارات أول بأول وشكرا على الناس اللي عملوا لي سبسكرايب بالفترة الأخيرة من بعد بدون كلام ومن بعد مارفل طبعا شكرا كتير لكم على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم